ترجمة نانسي قنقر لقد حلت لعنة الله على عزازيل وتريض من السماء وسيمكث في الأرض بعد أن كان وسط الملائكة مقربا إلى الله ومن الذي ارتكبه عزازيل حتى يطرد من هذه المكانة العالية؟ أنا لا علم لي حتى الآن هذا ما تلقفناه من أخبار السماء وإن اسمه أصبح إبليس مؤكد أنه ارتكب جريمة كبرى استحق عليها هذا العقاب إبليس هذا أحذركم من أشرار الجن الذين قد يتبعونه فيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء كما حدث من قبل فكان العقاب من رب العالمين وما عسانا نفعل يا كبيرنا؟ سيحاول إبليس أن يغويكم ويتسلط عليكم فاحترسوا فنحن لا نعلم حتى الآن كيف أجرم في حق الله وكفانا حربا بين بعضنا البعض فقد يكون عقاب الله في هذه المرة أكبر وأشد إني في شوق كي أعرف ما حدث لهذا الإبليس هذا الذي كان يتفاخر علينا بمكاناته عند الله ويتكبر علينا ها قد طرد مذؤوما مضحورا كفوا عن هذا العبث وانتبهوا لما يحيق بنا من أخطار وليرحمنا الله ويقينا شر الغواية والضلال أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبئهم آدم فأدرقوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له خلق الله آدم وحيدا ثم خلق من أجله حواء ليسكن إليها وتؤنس وحدته ثم قال الله له اسكن أنت وزوجك الجنة نعم سيكون آدم سعيدا في الجنة هو وزوجه فليس في الجنة تعب ولا جوة ولكن الله قد حذره أن يقرب من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه أين كنت؟ هل علمت بما حدث من أخبار السماء؟ نعم علمت لقد حذرنا سوميا من عزازيل بعد أن طريض من السماء وهابط على الأرض؟ لم يعد اسمه عزازيل بل إبليس اسمه إبليس أي أن كان اسمه لن نحكم عليه حتى نتبين أمره فقد يجمع شملنا مرة أخرى بعد أن تفرقنا في الأرض ماذا جنيت يا ربي كي أطرد من رحمتك ومن حضرتك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا فضلت هذا المخلوق الترابي علي؟ أنا لم أقصر يوم في عبادتك وطاعتك فضلت علي مخلوقا من تراب؟ من طين؟ هذا المخلوق ضعيف فضلت علي أنا؟ أنا؟ المخلوق من نار؟ لماذا؟ لماذا؟ أهكذا؟ أهكذا أفارق هذا المكان الخالد في ذاكرتي أبد الأبدين؟ وداعا وداعا يا من كنت يوما سكني وداعا وداعا ممن كان صادقا بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين أما أنت أنت يا أعظم من أحببت يا من يجد حبك في قلبي كسجود الأرض إليك أتمنى من بابك أن يفتح ولو للحظة لحظة كي أنظر فيها إلى نورك لكنك لن تفعل أعلم لن تفعل لقد حكمت علي كي أظل أبدا ذلك المغرور الأثيم فليعلم مخلوقك هذا أني أحببتك نعم أحببتك أكثر من بل أكثر من هؤلاء الذين لا مكان للكره لديهم وليعلم مخلوقك هذا أني له في الأرض أيها المخلوق أيها المخلوق إني أنتظرك أنتظرك في الأرض آدم آدم يا من كنت سببا في شقائي وعذابي إني أنتظرك إني أنتظرك هل تسمعني؟ أنتظرك آدم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين